إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد في الدرس السابق ونحن الآن في الدرس الخامس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تقدم معنا في الدرس السابق بداية الوحي وكيف جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه مكث بعد ذلك مدة قيل سنوات وقيل أشهر فبعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبًا مما رأى من صورة جبريل عليه السلام أصبحت نفسه تشتاق للقائه وكان يخرج خارج مكة وينظر في الآفاق وفي السماء لعله يرى جبريل آتياً له إلى أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء يعني لما جاءه في غار حراء كان هذا إعلان بداية النبوة ثم أمره الله في هذه الآية يعني يقصد يا أيها المدثر يعني المتغطي بالحافك الذي تريد أن تنعزل عن هذا الواقع الذي تشعر فيه بشيء من الخوف والقلق ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها المدثر قم فأنذر يعني أنذرهم بالحق وبين لهم ما هم عليه من ضلال وانحراف عن فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أظهر عظمة الله وحق الله سبحانه وتعالى العظيم على عباده وثيابك فطهر يعني لا بد أن يكون الداعية ومن باب أولى الأنبياء أن يكونوا في صورة كاملة من النقاء والصفاء طهارة حسية ومعنوية لأن الناس ينظرون إلى سلوكهم وأفعالهم أكثر مما يستجيبون لأقوالهم ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على صورة نقية قبل البعثة وبعد البعثة مما جعل التهم التي حاول أعداؤه أن ينشروها لم تترك أي أثر على دعوته فوصفوا بأنه شاعر ساحر كاهن مجنون أبتر كذاب لكن كل هذه التهم ذهبت أدراج الرياح لم يكن لها أي أثر لأن الناس يرون في واقع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صورته نقاء وصفاء عظيم لا يمكن أن تكدرها مثل هذه الأوصاف ومثل هذه التهم الباطلة قال الله سبحانه وتعالى والرجزة فهجر أهجر وتجنب ما عليه أهل الشرك من الانحراف سواء في التوحيد أو حتى في السلوك والأخلاق ثم ختم هذه الآيات بقوله سبحانه ولربك فاصبر يعني إخباراً له أن من قام بهذه المهمة فإنه سيلقى الأذى لا محالة كما حصل مع ورقه بن نوفل لأنه لما نزل مرعوب من غار حراء بعد أن فجأه الوحي فيه سكنته خديجة وطمأنته ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقه بن نوفل وكان متنسك عابد على دين النصرانية لكنه يقرأ في التوراة وفي الإنجيل ما يعرف به شيئاً من الفطرة السليمة ودعوة الأنبياء فلما ذهبت به أخبره أن الذي جاءك هو الحق وهو الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام ثم ختم ذلك بقوله ولم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأن يدركني قال يا ليتني أكون جذعاً حين يخرجك قومك ولم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وهذه الرواية في صحيح البخاري فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مكانته عند قومه عند قريش فكيف يليق أنهم يخرجونه لكن هكذا أعداء الحق ينسون كل هذه الفضائل ويسيطر عليهم سطوة الباطل وهمجية الباطل التي لا تعرف الموازين قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً لكنه ما لبث إلا فترة وجيزة حتى توفي رضي الله عنه ولذا هو على الصواب هو ممن أوائل من أسلم ولذا ترجم له الحافظة بن حجر مع الصحابة رضوان الله عليه يقول ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام يدعو إلى الله الكبير والصغير الحر والعبد الرجال والنساء الأسود والأحمر فاستجاب له عباد عباد الله من كل قبيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان كل نبي يبعث إلى قوبه خاصة وبعثت إلى الناس كافة بل إنه بعث إلى الجن والإنس وهذا من كمال دعوته ومن شرف رسالته ويخاتم الرسالات وأمته أعظم الأمم ودعوته أعظم الدعوات يقول فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه وآزره في دين الله ورعاه ودعا معه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأما علي فأسلم صغيرا ابن ثماني سنين وقيل أكثر من ذلك فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر وقيل لا وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه إعانة له على سنة محل يعني سنة ضائقة وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة لكن الراجح أن أول من أسلم هي خديجة رضي الله عنها وعلى كل حال فخديجة وأبو بكر وعلي وزيد هم أول من أسلم من المسلمين قالوا أسلم القس ورقة بن نوفل وصدق بما وجد من وحي الله وتمنى أن لو كان جدعا وذلك أول ما نزل الوحي وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض لكن هذا الحديث فيه ضعف أخرجه الترمذي وغيره ولكن فيه ضعف وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس يعني ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت به خديجة إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نورٍ وبصيراً ومعاينة فأخذهم سفهاء أهل مكة فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه بعمه أبي طالب لأنه كان شريفاً مطاعاً فيهم نبيلاً بينهم لا يتجسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمدٍ صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له وكان من حكمة الله بقاءوا على دينهم لما في ذلك من المصلحة لاحظوا الحكمة بقى أبي طالب على دين قومه على الشرك كان من آثاره ومن ثباره أنه بقي له أو أبقى له حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم فهابوه ويعني سلم النبي صلى الله عليه وسلم من أذاهم لمكانة أبي طالب عمه وأبو طالب هو عمه الشقيق فهو أخو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم الشقيق وإلا فأعمامه البقية هؤلاء ليسوا أعمام أشقاء كحمزة والعباس لكن أبو طالب كان عمه شقيق يقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائل بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ما أمر الله به من إنذار قومه فجهر بالدعوة حتى إنه صعد على الصفا في أحد الأيام ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم يا صباحاً وكانت هذه الكلمة تقولها العرب إذا أراد أن يدعوهم لأمر طارئ وأمر عظيم فاجتمعوا فلما اجتمعوا قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد وفيها قال له عمه التعيس الشقي أبو لهب قال تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذا ما تيسر في هذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصير في ديننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على سنته إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين